سائق سيارات الإسعاف الفرنسيون تجمع يوم الاثنين للانضمام إلى الاحتجاجات التي تعم البلاد ضد الضرائب التي فرضها الرئيس إيمانويل ماكو على الوقود وضد ارتفاع تكليف المعيشة وألقى المحتجون باللوم على رئيس يرونه منعزلا عن صراعات الحياة اليومية خارج المدينة ويمثل هذا الاضطراب التحدي الأصعب الذي يواجهه الرئيس الفرنسي منذ توليه رئاسة البلاد فيما تصاعد العنف والغضب العام من الإصلاحات الاقتصادية التي يقدم عليها وبعد اجتماعه مع عدد من الوزراء يوم الأحد أمر ماكو رئيس وزرائه بإجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات في أعقاب تحويل مثير الشغبي وسط العاصمة باريس إلى ساحة حرب وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان عقب الاجتماع إن ماكو طلب من وزير الداخلية أيضا تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن ماكو لم يبحث فرض حالة الطوارئ خلال الاجتماع الوزاري وتفاجأت شرطة مكافحة الشغبي بخروج المحتجين في أحياء باريس الراقية حيث أحرقوا عشرات السيارات ونهبوا المتاجر وحطموا المنازل والمقاهي الفخمة الخاصة واستهدفوا قوس النصر في باريس في الترباط هي الأسوأ في العاصمة منذ عام 1968 وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على أكثر من أربعمائة شخص وأخمادت مائتين وتسعة وأربعين حريقا خلال هذه الاحتجاجات وتفجرت تمرد الشعبي فجأة في السبع عشر من نوفمبر تشرين الثاني وانتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبيرا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكليف المعيشة